اطفالنا يعدمون بدم بارد يذهبون للموت تحت وطأة التعب الإعلامية والتحريض على الموت بمسمى شهادة الآن في بعض العمليات الفردية التي رأيناها يعني لا تحدث الألم لدى الجانب الإسرائيلي ونرى المسؤولين والقيادات عبر الفضائيات ومن خلال الصعف بتغنوا بالبطولات رح يبكى شعري والحكي مثل السهم بينطلك بهج الغدر واللي بخبث بكذب ع شعبي وبشترك يبيع الوهم حتى الفهم ع كيف كيف ينطبك يعلام حر تنبه شعبي عليه ما بينضحك مع دخول الهبة الشعبية شهرها الثالث ولكنها اليوم تحولت إلى هبة ونريدها هبة شعبية منظمة في الشقة الثاني سنتحدث عن مستقبل الهبة الشعبية كلها الدماء وها الغضب وبتحكو هبة يا عجب ولا الأوامر جاهزة نشروا حوارات وخطب لكنها رغم إعلامكم ورغم السموم بحكيكم هي انتفاضة وثورة هي صخرات جابه موجكم وبموجكم مخشى الغرق فيجب علينا جميعا أن نعمل على أن تكون هذه الانتفاضة انتفاضة الجمهور الفلسطيني كل الجمهور والشعب الفلسطيني وأن نحافظ على سلميتها عشرين عاموا هالعدو وانتوا بسلم تتفاوضوا ما في أمل من فعلكم ولسا تعيدوا ترددوا قال انتفاضة بالسلم بتكن بلد من غير زلم والله لو قولك منام لصحى وألعن هالحلم إبليس منكم من عجك فيخرج الإعلام العبقري ليقول انظروا إليهم كيف يقتلون شبابنا وهم خائفون ثم يعود قائلا اقتحموا عليهم الأبواب حي على الجهاد فيلب النداء طفل لم تقوى عضلة يده على الأعلى أكثر من الضغط بالقلم على الورق ليكتب فيقتل أطفالنا بدم بارد فيخرج الإعلام مجددا ليقول اقتلوا منا المزيد فنحن كثر ولن ننتهي سمك بيختزل الوضع بموتة شبل ثار وطلع منها ثنائل هالكبار قولولي بالله حد سمع انصوص ملغومة وحكي وضد العدو فيش معركة إعلام شغله يفتري يا عيني كلشو تشتكي وكلبك علينا بيحترك ما حد رد عليها ما حد رد عليها ما حد رد عليها إعلامنا وسع الخزك انتفاض أو فعل جماهري يحفظ للحياة الفلسطينية استمراريتها ويؤكد للعالم أجمع وللإسرائيليين أولا أننا شعب يريد دولة وحرية وللإسرائيليين أولا لا نريد لشباب وفتيات أن يموت دون هدف إذا استطعنا أن نحصل على حقوقنا بوسائل أخرى طالما لم يحقق موتهم الهدف الذي نريد ورأي آخر يطالب بعسكرة هذه الهبة وزيادة وتيرتها وهو ما تطلبه أو ما تتمنى إسرائيل واللي مع العادي رخو هو إله مثل الأخو خليها ثورة بالسلم أحسن يا عمري تجرخو واللي انتفاضة تحرجو وبإيد دايتون تخرجو واللي كلام بيزعجو وخليه خليه ريتو ينفيلك شكرا